وصول مصر البريكس في الحقيقة كان وصولا يؤكد أن التجربة المصرية على صعيد تحقيق سواء نجاح اقتصادي داخلي هي تجربة أكثر من رائعة وأن الجميع يثق في الاقتصاد المصري وعلى قدرته على الصمود خاصة في ظل هذه المتغيرات الدولية والإقليمية الصعبة وأيضا الوثوق في قدرة مصر على اللعب دور مهم جدا في الاقتصاد الإقليمي والدولي لأن مصر لعب مهم جدا في مبادرة الحزام والطريق مصر طبعا لديها الشهرين الاقتصادي الأهم في العالم هو قرارات السويس مصر أيضا حلقة الوصل ما بين ثلاث قرارات رئيسية في التجارة العالمية وبالتالي كلها أدوار سواء منحتها جغرافيا أو منحها أيضا الاستقرار الداخلي للدولة المصرية والفعالية الدبلوماسية والفعالية السياسية في المجتمع الدولي وبالتالي منحت مصر هذا التواجد وأيضا مصر تواجدت في الفشجراد وهو تجمع مهم جدا في شرق أوروبا وهناك آلية استحدثت مخصوص من أجل دولتين وهم اليابان ومصر وهو الفشجراد بلاس يمكن الدولتين فقط اللي تم استحدث فيشجراد بلاس من أجلهم هم مصر واليابان وبالتالي أيضا ده دليل على قوة وفعالية الدولة المصرية وبالتالي وجدنا مصر خلال أيضا هذه الفترة إما بتنمي من تحالفات جديدة على صعيد الاقتصاد زي ما قلنا مصر والأردن والعراق أو مصر واليونان وقبرس أو وجود مصر في البريكس طبعا أخيرا رأي حضرتك في إعلان فخامة الرئيس السيسي للترشح للدورة الرئاسية الثالثة واستجابته طبعا لرغبة الملايين من المصريين أن هو يترشح رأيك فيه يمكن بالأمس استعدنا روح أكتوبر نصر أكتوبر يعني ومزجناها أيضا بروح 30 يونيو وهذا ما اتضح فيه الشرع المصري بالأمس يمكن الحجد الشعبي مع تضافر المواطنين أمام مقارات استخراج التوكلات مع النداءات الأحزاب والمجتمع المدني بترشح السيد الرئيس كلها أمور بتؤكد أن المجتمع المصري لديه وعي كافي بأهمية هذه المرحلة وبأهمية استمرار القادة السياسية المصرية في أداء هذا الدور المهم للغاية خاصة في ظل المتغيرات دولية وإقليمية صعبة تحتاج إلى استقرار داخلي يستطيع السمود بهذا الوطن في ظل هذه المتغيرات وطبعا استجابة السيد الرئيس هذا هو معهدناه يعني دائما السيد الرئيس مقاتل لا يترك ميدان القتال إلا بعد تحقيق النصر وبالتالي هذا معهدناه من السيد الرئيس وبالتالي الجميع في الحقيقة يحتشد خلف السيد الرئيس في هذه الانتخابات الرئاسية سوف نبارح في كل المحافظات طبعا بالتأكيد لأننا نحتاج إلى استكمال المصار نحو الجمهورية الجديدة هذا هو الحلم الحلم الرئيسي للدولة المصرية هو الوصول لدولة ديمقراطية حديثة يمكن منادات السيد الرئيس بالأمس للمواطنين لنزول الانتخابات بشكل عام أيضا يؤكد أن البناء السياسي المصري بناء قوي وهذا عظمة التجربة المصرية في الحقيقة أن السيد الرئيس حتى قبل أن يتحدث للمواطن عن النزول لانتخابه أن تحدث بشكل عام عن الانتخابات تحدث عن النزول والمشاركة لأن هنا السيد الرئيس يحاول أن يبث يعني يعطي للأنفسنا ثقة في نفسها أننا صنعنا تجربة ديمقراطية حقيقية نستطيع أن نختبرها في هذه الانتخابات من خلال النزول وأيضا إرسال رسالة للمجتمع الدولي والإقليمي أننا نستطيع أن نؤسس لتجربة ديمقراطية حقيقية مصرية الصنع وإقليمية ودولية التأثير وبالتالي أنا أعتقد أن هذه الانتخابات انتخابات مهمة جدا لتعزز الثقة في الداخل المصري وأيضا ترسل رسالة مهمة للمحيط الإقليمي والدولي أننا نستطيع أن نمضي نحو بناءنا السياسي والاقتصادي والمجتمعي تتمعي بالتوزن